العراق رابع أكبر دولة منتجة للنفط في العالم إلا أنها مفلسة ويكاد يكون شعبها الأفقر في المنطقة ولطالما طرق حكامها خلال السنوات الماضية أبواب صندوق النقد الدولي لاستجداء القروض ففي تناقض وصف فهمه بالصعب ما بين الثروة المتفونة تحت الأرض وإفلاس الحكومة فإن الإحصاءات الرسمية تبقى مقلقة للغاية حيث يبلغ إجمالي الموازنة للعام الجاري 113 مليار دولار نصفها نتيجة لعدز متزايد مع بلوغ دين عام قدره 69 مليار دولار وسط ترجحات الارتفاعه إلى 99 مليار دولار فيما يقدر معدل البطالة بنحو 36% النسبة الأعلى فيها من حصة الشباب الذين يشكلون غالبية سكان البلاد في حين أن نحو 30% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر أما نظام العراق المصرفي فهو في انهيار مستمر حيث انخفض مستوى السيولة في البنوك بشكل خطير حتى أن الائتمان اللازم ما عاد متوفرا لفتح أعمال تجارية جديدة في حين وصلت الديون الحكومية للبنوك إلى مبالغ هائلة وليس من الواضح على الإطلاق كيف ومتى أو من أين سيتم سدادها بالتزام مع عزوف المستثمرين الأجانب عن زيارة العراق نتيجة للبيروقراطية المرهقة والفاسدة التي تمنع أي إمكانية للتنمية أكثر ما يرهق موازنة العراق هي رواتب أكثر من 7 ملايين موظف نحو 20% منهم هم عمالة وهمية أو ما يسمى بالفضائيين وفقا للجان برلمانية خاصة أن هناك ما يصفه نواب بالمافيات التي تمنع أي محاولة لوضع آليات للرقابة تتيح معرفة عدد العمال الحقيقيين الموجودين بالفعل نتيجة غطاء توفره أحزاب استخدمت ملف التوظيف لحجد أنصار ومؤيدين لها ضمن حملاتها الانتخابية بعيدا عن التخطيط والمهنية وفي خضم كل ذلك فإن النتيجة هي وجود 16 مليون عراقي يعيشون دون خط الفقر ويتهددهم الجوع وفقا لإحصائية وزارة التخطيط ترجمة نانسي قنقر